اخوان في الله اوصيكم ونفسي في مطلع هذه الكلمات بتقوى الله جل جلاله والله ثم والله ثم والله ثم والله اننا بحاجة ماسة الى تقوى الله عز وجل اخوان في الله ربنا جل جلاله اكثر من الحث على التقوى في كتابه فيا امة محمد صلى الله عليه وسلم الله الله بتقوى الله ما دمتم في زمن الامكان اخوان في الله الموضوع هو كما علمتم يا راحلين الى القبول لا اله الا الله انها رحلة انها رحلة عظيمة يا امة محمد صلى الله عليه وسلم ينتقل بها الانسان من هذه الدار الى عالم القبول ينتقل من الاهل والاولاد والاصحاب والاقارب ينتقل من الفرش الى التراب ينتقل الى المباني الى القبور ينتقل الى قبر تصف عليه فيه اللبنات ويحثى عليه التراب ويكون فيه وحيدا فريدا الى ان يأذن الله لقيام الابدان من القبور فيا امة محمد صلى الله عليه وسلم ان ساعة الرحيل تختلف يا عباد الله ساعة الرحيل تختلف فمنهم من يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه منهم من يبشر من منهم من يبشر كما اخبر الباري جل جلاله ومنهم من تضرب الملائكة وجوههم وادمارهم ويختم لهم بسوء الخاتمة يقال لأني تلك الارواح ايتها النفس الخبيثة اخرج الى سخط اخرج الى سخط الى سخط وغضب من الله سبحانه وتعالى ان ساعة الرحيل تختلف يا امة محمد صلى الله عليه وسلم منهم من تستقبل ارواحهم ومنهم من ترد ارواحهم منهم من تكون ارواحهم في اعلى عليين ومنهم من تكون ارواحهم في اسفل السافلين ان لحالة الرحيل امور عظيمة يا امة محمد صلى الله عليه وسلم المرجع والمآب الى عالم الخفيات سبحانه وبحمده فماذا اعددت لساعة الرحيل اخي في الله ويا اختي في الله ماذا اعددنا لساعة الرحيل اخواني في الله استعدوا لساعة الرحيل بعد القصوط وبعد الفلل وبعد المساكن الاخرى يكون في قبر ضيق الارجاة الا ان الا ان يوسعه الله عليه نسأل الله جلة قدرة ان يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم ايقظ قلوبنا من رقاداتها يا رب العالم اللهم اجعلنا ممن ينتفع بالذكر يا حي يا قي اللهم اغتوا الى اللهم اغتوا الى اللهم اغتواN